أخبر صالح يكشف عن موقفه من ما يحل انا مش فان انا مش مش جمهور جايب اضيف تعرف عنه كل حاجة اكيد ومنتصريحاتك دي ايه بس مش هاعد اتفرج على كل حاجة انت عملتك انا هي عايزة تعمل اه شو او بلبلة او او يعني طريقة الحوار نفسها بتبقى صعبة شوية وانا مش متعود على الطريقة دي لان انا من الناس اللي بعرف اتكلم هعرف ارد عليها لكن بادب واحترام مش هتخنق معي وهي حواراتها عايزة اتنين يتخنقوا مع بعض انا ما بتخنقش هو ده رد الكابتن احمد صالح على السبب اللي دفعوا لمغادرة الاستوديو خلال استضافته ببرنامج الحكم مع مي حلم واللي حصل بعد تداعيات كتيرة قدت الى وقف مي واحلتها للتحقيق هي اللي تعاليني خالص والله توقع توقف مش بتاعتي خالص انا مش رايح لها ومش جواه لها حاجة وعشان ما بش جواه لها حاجة وعشان هي واحمد كشف لنا تفاصيل اللي حصل اسناها الترتيب للمقابلة دي من البداية انا مش رايح لمي انا رايح اكبر بخطر واحد اللي هم قالوا يعني مش هيجي معاك للبرنامج ايما ايما كان متنش خارص اللي كلمني المعدين معد جميل كده اسمه اسلام صغير في السن بتاع 18 سنة 19 سنة بقالوا حوالي سنة بيكلمني عشان هروح حلقة وانا مش فاضي وقولوا طب مش فاضي طب مني معاك او معرف نام يعني فمش عايز اروح للبرنامج وساعات كتير ببقى مش فاضي فوقت وقت ما بقى فاضي بس خلاص وعد مني في حلقة ليك وده اللي حصل فاحمد اتواصل مع المعد عشان يوفي بوعده بمجرد ما يفتر وتم تحديد موعد الحلقة على اساس ده قبل ما يعرف بان ماي هي المزيح وبعكس اللي تداوله البعض احمد نفأ ان يكون تقاضى اي اجر مقابل الحلقة دي لو انا خدت منك فلوس يبقى انا خدت منك فلوس انا بروح ببرامج كبيرة وبرامج صغيرة جدا وروح عشان خاطر معدين وعشان خاطر ناس اصدقائي المدربين او اللعيبة بيختار برنامج معين او ناس معينة يطلع فيها يقولك انا كذا او انا مش كده ومن لحظة وصوله للستوديو احمد حس بان ترحيب مايه ما كانش لائق بس الليها حرية طرح اي سؤال عليه عشان يجاوب بكل صراحة من دايقة ايه مش عارف او هي مثلا بتعمل كده عشان يبقى فيه شد عن هوا او او ما عرفش يعني انا دخلت سلمت عليها سلام عليك وقعدت خلاص وخلال المقابلة منشط ورد تاني اصاروا الجدل في حوارها معاه فهي طلبت منه التعليق على رأيه بعودة كاتيرون للزمالك وعلى ازمته مع المهندس فرج عامل رئيس نادي سموه وصولا لازمة محمود عبدالرازق شيكابالا مع احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري اثناء احتفال نادي الزمالك بلقب الدوري المصري وهو الموضوع اللي ابتدى معاه الخلاف واللي قررت فيه الجملة دي ده بالنسبة لي قالتوا مرة واثنين وثلاثة وعديتوا عمدت لنا مستعمل تسيبيني اسأل اكمل السؤال هي مصابتنيش انفعال غير طبيعي واصلا ما فيش ما وما فيش حاجة ده هو سؤال واجابة اه يبقالين العصبية طب ده منشط خلاص ابقى هنقضيها منشطات طبعان انت اللي مش عارف هتسألي طبعان مالي طبعات حلقتي كويس وفي نجمة اهلاوي هتبقى عارف ان دي طريقتي مع اهلاوي او زمال كويس انت ما انا بكلمك صح انا بقولك انا بكلمكش على الاحتفال بتاع اللعيبة ومرطاتهم وعيالهم انا بكلمك على اهل انا لسه سألك على ده بس الاول انت لسه ما ردتش على ده واخدني لده ولو انت كنت سمعت الانترو بتاعتي كنت هتفهم ان انا قلت اللي عمله ده بطل لسه قبل ما تخش بس سوق تنظيم انت بتكلمني في حتة تانية وانت بتسأليني وهنا اخد قرار انسحابه من وبمجرد خروجه من الستوديو باين ان ادارة القناة حاول تتدارك الموضوع مدير القناة الجالي على طول بصراحة يعني هو الناس الناس في قناة محترامين جدا السيد محمد اسماعيل مصرر محمود العسال كلمون تصو علي واعتذرولي جدا ما خلي القناة كلها تكلمك خلوا المزعين تكلمني وتعتذلي انا الناس دي كلها على دماغي محدش تكلم محدش عامل اما ماي حلمي فما بدرش عنها اي اعتذار ده مش تعتذر ده طبيعتها مش تعتذر ده طبيعته في الشغل فانا برضو مي ازعلم منها خالص ده طبيعتها هي بتنجح كده يبقى تنجح كده لكن المشاهدة زنبه ايه طيب وبين المشاهدين الخطار اللي اغضبهم اللي حصل ايمن بهجة امر عمر عرفة عمر محمود ياسين اللي اشادوا بتصرف احمد صالح وعبروا عن استياءهم من تصرف المزيع حب الناس ده نعمة من عند ربنا المواقف اللي حصلت كتير عدلت لنا في دماغي بعض الامور حصل لي كذا حاجة كده بالفترة الاخيرة فيها ظلمة ليه الموقف ده خلاني لا ده ده لسه في خير يعني او لسه في ناس بنا قدمين بيحسوا بالصحة او بالموقف المحترم يعني فاللي وقفوا جنبه من الموقف ده منهم زمالكوية ومنهم اهلوية ورغم اختلافهم الاساسي الى انهم اجتمعوا على دعم لعبة الاهل ولعبة زمالك او مدربين اهل ومدربين زمالك بيخرجوا مع بعض واصحاب جدا بعض الرموز تطلع تسخن الجماهير او تطلع في برنامج عشان خطر سوشال ميديا زي ما احنا اتكلمنا او عشان خطر عنده قناة على اليوتيوب او او فبيحصل مشاكل عشان هما عايزين ترند زم هما بيتكلموا كده ان الصفحة تبقى عليها كذا مشاهدة وعشان كده احمد قدر بشدة دعم الطرفين دي اما مي حلمي وموضوع انتهى بالنسبة اتمنى ان ربنا ايديها في كل خطوة بتعملها اتمنى تراجع نفسها تاني في طريقة تقدمها للبرنامج اتمنى تغير طريقة الحوار مع الضيف اتمنى لها بس التوفيق اتمنى لها تعدل من سلوكها مع الضيف او تغير طريقة البرنامج الخاص بي